اشتركوا في القناة وطبعا أصدقائي ليست أحمد صالح أطلق دبلوم متكامل في برنامج بواربوينت على قناة عالمكم من الصفر حتى تصميم المشاريع الضخمة والاحترافية مع أكثر من 15 ألف قالب بواربوينت احترافي مجانا إذا كنتم حابين كنتم تنضمون هذا الدبلوم التفاصيل ستكون بوصف هذا الفيديو في البداية أصدقائي رح نتوجه إلى بروشيكت ورح نقرب اليمين ورح نختار نيو كومبزيشن ورح نسوي كومبزيشن جديد بهذا الشكل رح نتوجه إلى الأدوات رح نلاقي هون عنا شيب عنا عدة أشكال عنا ريكتانجل طول اللي هو المستطيل بعدين عنا روندند ريكتانجل طول اللي هو مستطيل ولكن زوايا مستديرة اللي بستول دائرة بوليغان طول اللي هو المضلع بعدين عنا ستار طول اللي هو النجمي في البداية رح نختار ريكتانجل طول لحتى نشوف كيف رح نتعامل معه بهذا الشكل رسمنا مستطيل بهذا الشكل في البداية عنا هون فيل وعنا ستروك الفيل هو التعبية فين نختارها بدون فيل بهذا الشكل فين نختارها فيل ولكن سوليد فين نختارها تعبية متدرجة وفينا كمان نختارها تعبية متدرجة ولكن دائرية نحن نختارها سوليد ورح نضغط على اوكي عنا بعضين هون الستروك كمان فين هون نختار بدون ستروك فين نختاره سوليد وفين نختاره تعبية متدرجة وفين نختاره تعبية متدرجة ولكن دائرية بهذا الشكل وعنا هون التعبية لحتى نغير تعبئة أو لون الشكل وعنا هون كمان التعبية للستروك عندنا هون سايت طبع الستروك فينا نزوده بهذا الشكل إذا جينا لهون أصدقائي لعند الشي بلاير 1 رح لايه أنه عندي هون كونتينتز وعندي ترانسفورم لترانسفورم سبق وشرحناه في الدروس السابقة فما رح نشرحه مرة تانية بهذا الدرس الكونتينتز إذا فتحناها رح يعطيني هون ريكتانجل 1 ريكتانجل واللي هو المستطيل إذا رسمنا نحن البستول بهذا الشكل رح لايه هون أنه عطاني البستول يعني حزب الشكل اللي انته راسمه رح يعطيك الاسم هون رح نضغط على هاد السهم رح يفتح لي هدول الخيارات أول خيار اللي هو عنا ريكتانجل باث إذا فتحناها بهذا الشكل رح نلاقي عنا هون سايز رح تحكم في التكبير والتصغير عندي هون البوزيشن بهذا الشكل وعندي هون هاد الخيار لحتى سوي الزوايا مستديرة بهذا الشكل مثل ما كم لاحظين معنا فأنا بدي رجح كل شي مثل ما كان فرح أضغط على بوزيشن باليمين ورح أعطيه ريسيت وعلى سايز كمان ريسيت وعلى هاد الشكل كمان ريسيت رح يرجع لي كل شي مثل ما كان رح نكبر شوي المستطيل لأنه طلع كتير صغير الخيار الثاني والي هو الستروك الستروك والي هو هاد الخط الأبيض عندي أول شي الكلار في قطرة الألوان هيدا فيني أختار لون الستروك بهذا الشكل وليكن أخدته بهذا اللون عندي هون الوب سيتي فيني أغير بيه اوب سيتي أو فيني أغير بيه شفافية الستروك بهذا الشكل وهون فيني أزود حجم الستروك بهذا الشكل ومن هون أصدقائي فيني أسوي الستروك حواف ومستديرة أو فيني أسوي كمان مشطوفة بهذا الشكل فأنا هلا بدي رجح حادة بهذا الشكل عندي هون الدشز كمان إذا ضغطنا على علامة الزائدة هاي رح لأي إنه سوى ليه متقطعة بهذا الشكل من هون فيني أكبر ومن هون فيني أسوي استدارة بهذا الشكل تمام؟ رح نقلل شوي الستروك بهذا الشكل ولي أكون رح نختارها باللون الأبيض بهذا الشكل بهذا الشكل أصدقائي مثل ما نكون شايفين هلا يتخلصنا من الستروك عندي الفيل كمان هون فيني أغير في تعبئة أو كلر الشكل كما من قطرة الألوان فيني أختار وليكن هاد اللون بهذا الشكل عندي هون كمان الوب سيتي تبعيد الشكل مثل ما نكون لحظين عندي هون خيار فيني أتحكم هون بالشكل مثل ما نكون شايفين يمين ويسار وأعلى وأسفل فيني هون كمان أتحكم في select فيني هون سوي بهذا الشكل كمان مثل ما نكون لحظين طبعا هاي كتير راح تفيدنا في الانيميشن وهون فيني يسوي له استدارة مثل ما نكون شايفين هون عندي لحظة سوي له شفافية وبستيتي لشكل كلياته مثل ما نكون لحظين ومثل ما قلنا انه لحتى راجع كل شيء مثل ما كان راح أضغط علي باليمين وراح أطيها reset بهذا الشكل ومثل ما نكون شايفين أصدقائي فينا نتحكم بالشكل من الcontents الموجودة بهذا المكان سواء كان مستطيل أو دائرة أو مضلع أو نجمة ولهون أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم إن شاء الله نكون مستفيدين وإن شاء الله راح نكمل بقية الكورس مع بعض أشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة